ممكن هسمي؟ هسمي بصراحة فضل بعد موضوع التصريحات دي حتى أنا في رقم عشرة كان متعصب جدا جدا بالتصريحات دي الكابتن إبراهيم نور الدين مدير الفني لجنة الحكام وأشعر معندش يقين أن في مشكلة شخصية مش مهنية بينك وبين الكابتن إبراهيم نور الدين إطلاقا على عالي من ناحيتي من ناحيتي خالص أنا بصة إبراهيم هل في سوابق بينكم مثلا أنتم بتحكموا كان في مشاكل بكم؟ بصة يا كريم أنا الفترة اللي حكمتها كان كل القايمة في اتجاه وأنا في اتجاه أنا كنت هناك الناس اللي معايا في القايمة كلهم بيجوا معي روابع أنا كان في فترة من الفترات ما كانش بيصفر في مصر غير أنا في التحضل أفريكي غير دلوقتي الوضع دلوقتي تحت حكام بيصفره أربع حكام بيصفره ما كانش موجود ده يعني كان مثلا ست جوالات في دور المجموعات كنت بأخذ منهم تلت جوالات معارفها يعني قصة ست جوالات بأخذ منهم تلت مواتشات كل توزيع بيجيبه أسبوعين في الدور الأبطال وأخذ منهم مواتش أه إبراهيم نوري دي كان بيجي معك كل القايمة كان بيجي مع روابع بما فيهم إبراهيم بما فيهم إبراهيم فما كانش فيه نفسه أصلا في حاجة يعني ما كانش فيه بيت نفسه على حاجة القايمة طول الوقت أنا كنت رقم واحد في القايمة لغاية مجال السنة بتاع 20-20-21 اللي كانت الترشح لكاس ألعام 20-20 كانت القايمة دي سبب المشكلة بس مش معه إبراهيم إبراهيم استمي استخدامه كأداة لكن كان المشكلة مع الكابتن جمال والكابتن عصام على موضوع قايمة اللي كان موجود لكابتن جمال عشان لو تحضرتش رقم واحد هبقى فرصتي في الترشح مش موجود فهذا كان الخلاف مش معه هو إبراهيم مش طرف خالص إبراهيم كابتن موري دي تحطت رقم واحد تحطت رقم واحد أمي رقب 2 أنا كنت رقم 3 وقلت له ما جمال تكتب تحصروا علي عشان كاس العالم فهو تصور ان انت كده مدهي ان هو رقم بحث لكن ما كانش هو في الصورة معي خالص ان مشكلتي كان مع الناس كبار كابتن جمال والكابتن عصام وقلتها ابو انتصر صراحة انت أول مرة تتفقوا ولما اتفعتوا اتفعتوا علي قلتها كده تصريح من زي نفسي لقصة على المحرم أنا واضح وصريح فقلت له ما جمال انت أول مرة تتفقوا واخر مرة تتفقوا اتفعتوا علي وكابتن عصام اتفعتوا علي كابتن ابراهيم نور الدين معي في المداخلة الهاتفية قالي ان هو ادعاك قبل كده حاجة وانت مروحتش حاصل حاصل انا ما عنديش حاجة ممكن اكدب فيها يعني هو اكلمني جهاد الزاير عايزين ان تسافر مع بعض سافرها الجزائر وبتعول ان اي ايام زمان وضحكنا مع بعض ضحك مفيش مشكلة خالص بقول لك انا نجمحنا باللم الشامل وكل الحكام وكل الناس الودام جاني المؤسكر فعزك تجي معنا لو فيه وقت او فيه ظروف منعتنيش هاجيلك فجت ظروف شغله منعتني فعلا يعني قصة مش شغلي بس معك في الاعلام ولا قصة شغلي في شركتي يعني الامور ولادي يعني فيه حاجات حصلت في الايام الدي ارتباط لكن من حيث المبدأ كنت موافق بس ظروف منعتني ان نروح على فكرة غيري برضو فيه ظروف منعتني ان نروح مش جهات بس فعادي بس منحيث المبدأ احنا كلنا معاك ما فيش حد يقدر ميخدمش تحكي المصر